قرأت في احد رسائل طلبة العلم في تعريفه للوسيلة بانها دعاء الله بواسطة فالهذه العبارة الصحيحة وخاصة انه قد يلبس ويزين للعوامل من دعاء السوء بان دعاء الله بواسطة كجاه النبي وجاه الاولياء وكراماتهم ويرزالك من الوسائط مع ان الله سبحانه وتعالى قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب نرجو توضيح معنى الوسيلة لغة وشرعا وما هي الوسيلة التي يتقرر بها الا الله هذا لا اردنا الوسيلة هذا لا اردنا الوسيلة hemos رأى العلماء بانها قربة بالطاعة ورسل للطاعات قال رضي جل وعلا يا ايها انا استقى الله لبسلوا له وسيلة اللقربة هي لبطاعة كما قال العلماء كبير الجديد والذغاوي والذيديد وغيرهم معنى وسيلها قربة إليه بالطاعة وهكذا قول السالة والأولوجة يكون نفسه لربه وسيلة لأن قبه له بالطاع خلاه بالطوم بالدعاء اللهم إليك بجاه غلان أو بحق الغلان هذا ليس من مشروع ولم يأتي به إجراء وليس من الوسيلة التي جرعه الله جل وعلا فالذي تشرى الوسيلة بأن توث بجاه الأنبياء أو بجاه المنالكة أو بجاه الأولياء قد غلط في هذا وأتى بشيء ما عرفه العلماء ولا ذكره أهل العلم والتحقيق والمعروفون بالاستقالة وإنما هذا مما قاله بعض ناصر العلم بعض المتأخرين وذكر هذا الوسيلة ذكر هذا صاحب الرسالة قال أن الوسيلة هي دعاء الله بواسطة ثم معلق عليها بقوله اللهم بحبنا لك وحبنا لرسول الله هذا الوسيل بالعمل الصحيح لأن حب الرسول بالعمل الصحيح لكن عبارة الله من أعمال الصالحة إذا قال اللهم إليك بحب الأنبياء بحب نبيك بإيماني بإتباعي لسرعة وطاعة رسولك هذا توثل بالعمل الصالحة فاستوثل لله في الطاعات والعمل الصالحات هذه هي رسولة ومن ذلك التوثل بحب الله وحب رسول عليه ربه والسلام ومن ذلك ما توثل به أصحاب الغاب لمن طبقت عنهم الصخرة وهم ثلاثة ولا من يتطيعوا دفعها توثل الله بأعمالهم الصالحة واحد توثل ببرده الوالدي واحد توثل بإستثنى عن الزناء وستوثل بأدائه الأمان فالتوثل بالعمل الصالحات هو الوسيلة إنما العبار غير صحيح التوثل بجاه ملانا حقها ليس من أعمال الصالحة كلمة تفسير والوسيلة الدعاء إلى الله بواسط هذه الجائزة لا هذا لا بواسط المخلوقين ولم يأخذ المخلوقين لا توثل بأعمال الصالحات بالأعمال الصالحات بالإيمان الإيمان بالله بأسماءه وفي ذاته كما قال عز وجل الله الأسماء والخدمة يدعوه بها الوسيلة أثرت تقسام شرعية توثل بالله بأسماءه وفي ذاته الثالث توثل بالأعمال الصالحات بالتقوى والإيمان وخبر الله ورسوله ونحو ذلك والثالث توثل بدعاء الحي وشباعته توثل بالأعمال الصالحات ونحو ذلك توثل بجعاه لك توثل بجعاه لك توثل بجعاه لك توثل بجعاه لك بسما كان بجعاه للصحابة في حياتك ويشفعوا لهم من الله يهديهم ويشري مليهم ونحو الأعمال اشتركوا في القناة